مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو بنا نحكي عن برنامج ترنت إن أولا برنامج ترنت إن هو برنامج بيعمل على أنه يقارن أي وثيقة إحنا بنرفعها كطلاب مع مجموعة كبيرة من المقالات والمنشورات الموجودة والمتوافرة أونلاين وكمان بيقارن مع باقي الوثائق اللي تم تسليمها سواء في جمعتنا أو في باقي الجمعات لما نرفع تقرير بواسطة ترنت إن بيطلع لنا تقرير بنسميه تقرير التشابه أو السيميلاريتي ريبورت وهذا التقرير بيحدد مدى النسبة المئوية للتشابه بين اللي احنا بنرفعه وبين الموجود عند ترنت إن وهي النسبة بتتراوح بين صفر ل مية بالمية وهي النسب ضروري جدا إنه نتطلع عليها ونتأكد إنه دايما نكون أقل من النسبة المسموحة بجمعتنا وبكليتنا في حال كان الرقم أعلى من النسبة المسموحة دايما منتطلع على أشياء كتيرة اللي بتساعدنا إنه نقلل من هاي النسبة عشان بتكون أخطاء غير متعمدة أحيانا مثل إنه نتأكد إنه المصادر اللي استخدمناها بالملف قمنا بتوثيقها بالطريقة الصح كمان نتأكد إنه كل اقتباس حرفي استعملناه سبقناه ولحقناه بإشارة الاقتباس كمان نتأكد من إنه نعيد الصياغة مع توثيق سليم بحيث إنه ما يكون كلامنا فقط نسخ ولصق للأشياء اللي إحنا قرأناها كمان ننتبه إنه بعض المصطلحات العلمية المصطلحات المتخصصة بعض المعلومات المتعارف عليها عالميا أحيانا بتكون خلاص صار متعارف عليها في كل العالم فعشان هيك بدنا ننتبه إنه حتى لما منحكي عن مصطلحات متعارف عليها برضو لازم نوثقها كمان إذا هذا الملف إحنا عم نرفعه أكتر من مرة مثلا من سلمه نسخة أولية بعدين نسخة ثانوية بعدين نسخة نهائية نعرف إنه هذا الشيء ممكن يرفع من نسبة التشابه فالأستاذ أو الأستاذة في دوره بيقوم باستثناء النسخة الأولية أو الثانوية وغيرها إذا كان فيه نموذج معين أو ورقة بحثية معينة الطلاب بيستندوا إليها أو بيستعملوها فهذا الشيء ممكن إنه يرفع من نسبة التشابه وفي الحالة أستاذ أو أستاذة المصاق بيقوم باستثناء هذا الملف أو هالورقة البحثية أو هذا النموذج من تقرير التشابه عشان ما يأثرش عليه كنسبة مئوية دايماً 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 قبل ما نقوم بتسليم الملف تبعنا على ترنت إن ضروري إنه نراجع نسبة التشابه ونتأكد إنها تكون أقل من النسبة المسموحة في الجامعة وهلأ هاته نشوف كيف بنعمل عملية الرفع بندخل على الإي كلاس تبعنا ومندخل على الكورس تبعنا ومنروح على تسليم من نوع ترنت إن نكبس عليه ومنيجي ومنعمل أبلود سبميشن عنا تلت طرق إنه نرفع ملفات الطريقة الأولى نعمل أبلود لملف موجود عنا على الجهاز الطريقة الثانية نعمل نسخ ولصق يعني copy و paste هنا والطريقة الثانية نربطه مع الجوجل درايف أو الوان درايف أو الدروب بوكس خلينا نستعمل الطريقة الأولى إني أنا دي أرفع ملف فباجي على choose file وبختار الملف البديه بعمله open وبعطي إذا بدي كمان اسم أو بحكت فيه بالاسم الأورادي موجود وبعمل upload and review بعد ما خلص يرفع الملف وصلنا لشاشة review في شاشة review بنرجع الملف نتأكد إن مضبوط هذا الملف تبعنا بنشوف اسم الملف حجمه عدد الكلمات بعدين قدر نعمل preview حتى إذا بدنا نستعرض الملف وإذا خلص متأكد إنه لكلش تمام نعمل submit طبعاً submit هاي مش هي التسليم النهائي هاي submit هي submit لإلي عشان أنا أقدر إني أشوف similarity report فهي هنا زي ما شايفين similarity report بيّنت عندي بكبس عليها على اليمين في عندي هون بفرجيني الأماكن تبعة التشابه فبكبس على الرقم 3 وبتطلع وين عندي أشياء متشابهة إذا في عندي أخطاء في إني ما وثقتش صح في أماكن معينة أو ما عملتش الاقتباسات كيف حكينا قبل برجع بغير على الملف برجع على الملف الأصلي اللي أنا اشتغلت عليه وبرجع بعمل كمان دور upload بإني بكبس على هاي الكبسة resubmit paper برجع بفتح لي كمان دور بيقول لي إنه إنتي أورادي سلمتي وبعد ثلاث مرات تسليم التقرير تبع التشابه بصير يوخذ 24 ساعة ليرجع يطلع شان هيك كتير مهم إنه نتأكد إنه ما نعمل هاي الشغلة آخر لحظة قبل موعد النهائي للتسليم فإذا إحنا صلحنا أخطاء لإلنا بنقدر نعمل confirm ونرجع نعمل upload بنقوله جديد في حال لا خلص كل شي تمام أنا بقدر أعمل هون في عندي إشي اسمه digital receipt هذا الملف إذا كبست عليه بنزل عندي digital receipt بيوثق إنه أنا سلمت التقرير بالتاريخ الفلاني بالساعة الفلانية بكل التفاصيل تبعات الملف هاته نشوفه مع بعض هاي receipt بيطلع لي إنه turn it in بيأكد إنه أنا هاي اسمي هاي الملف اللي سلمته وهاي الموعد تبع التسليم هذا كنوع من التوثيق لإنه أنا سلمت ويريت إنه تطلعوا على الملف اللي انبعت من المكتب الأكاديمي لنعرف أكتر تفاصيل عن التشابه وتturn it in بتفاصيل كتير متعمقة يعطيكم العافية شوفكم فيديو هات أخرى اشتركوا في القناة